اشتركوا في القناة امتى هينتهي هذه المشكلة المشكلة دي متعلقة بكتير جدا بالاستقرار في مصر بالامن احنا عاوزين السياحة اصلا هكذا المكون السياحي موجود في برامج المرشحين ولا غيب انا ماسمعتوش خالص اسمعتوش خالص معاين السياحة انا عاوزه الحاجة الوقت يعني ممكن الناس هستغرب من الكلمة دي انت عارف ساتك كان عندنا وزير عظيم جدا محاش بتكلم عليه فوات سلطان فوات بسلطان طبعا في الشك لكن الدكتور ممدوح بالتاجي وزير الازمات وزير الازمات ربنا يا شفية رب الراجل ده عملها كتير جدا لكن طبعا لو ظروف كنين علامة محاش حد بتكلم عليه حتى لو مخرج من الوزارة يا ام الرئيس مبارك ما خدش الاوسام ولا حاجة خالص يعني كان يزرق يعني كان في حاجة لكن هو كان من الوزارة المحترمين جدا اللي عمله اللي فعلا بنسميه هو كان وزير الازمات وكان وزير عمل كتير جدا جدا لقطاع السياحة ممكن كل قطاع يشب بذلك لكن من ساتك عارفة هو يمكن صاحب مقولة قال السياحة هي قاطرة التنمية مم وفي السياحة بتشغل جنبها عدد من الصناعات كبير مهما يحصل من برابيك اقتصادية زراعية صناعية اي شيء السياحة دي بدون السياحة بل السياحة دي ببلاش يعني الانفراستركتشر موجودة العمالة موجودة الشمس والهوى والأثار موجودة احنا عاوزين الوقتي بدأ منقول مثلا احنا عاوزين احنا بندخل في مصر حالي وحالي ممكن 12 مليون سايح السادة حنقل شوية كمان بيدفعوا كام دي حاجة تانية برده لكن مثلا بندخل دي مثلا مدينة زي أنطاليا في تركيا لوحدها في الصيف بيدخلها 12 مليون سايح فاحنا بقاعد خالص عن اي شي لكن التصراحات اللي بتطلع بقى تقول احنا نمنع الخمور وحنا نمنع دونا الناس فاكر ان السياحة دي خمور وميوهات بس مش فاكر حاجة تانية لا السياحة دي حاجة تانية خالص دي حاجة مهمة جدا في ثقافة اي حد خدوا يا جماعة شاب السياحة اللي هو بقالوا مثلا سنة او اتنين وشوفوا بالكلم ازاي وشوفوا مثلا مبتدى عندنا المكان مثلا ليه بقالوا اسبوع بيشتغل وشوف شكله ازاي الشكل بيختلف خالص ثقافيا وكل شي وبعدين العائد المبدي ولو احنا عايزين نضع البطالة هو السياحة بش حالة تانية اي النهاردة فندق باي قدر فندق بشتغل سبع اشخاص اي قدر فندق بشتغل سبع اشخاص نتمنى ان كل المرشحين سمعين الكلام دا يعني بس تعرف يعني بدأ من نفكر النهاردة ان نخليهم تلاتين اربعين مليون ونضع البطالة في مصر خالص لو احنا ركزنا على دا وده الحل الوحيد لا احنا مبطلع النهاردة تصراحات وان احنا مش عاوزين سياحة احنا مش عاوزين وعاوزين وكان ده العالم السادة كاني لما بطلع مثلا بسوق بوصل انك الشراكات السياحة كلها بتبتعش ولك ايه التصراحات دي يعني وكلام ده بتقال بلو اكتر من سنة فعاوزين نخف من هذه التصراحات والناس تكون عندها عاوزين بس مرشحين يدركوا مكون السياحة في حالتنا ويفهموا السياحة اذا ما كانش مش فاهم فانا واحد من ناس وناس كي جدا اكتر مني واحسن مني بكتري جدا ممكن يطلع ويشرح له اني السياحة ويهي اهميتها ويهي الدخل بتاعها واعتقد لهم مسائلوا في مجلس الوزراء هعرفوا الدخل يمكن اللي انقذ مصر السنة اللي فاتت شوية السياحة وقناة السويس لكن الاسف يمكن الحكومة على نتانش صراحة هو السياحة وقناة السويس هي لسنة اللي فاتت شوية لكن رب حد ديفي من كندا في ظل اكترية من الاخوان المسلمين في مجلس الشعب وما نعرفش الرئيس جاي منين هتعمل تنتج النصف التاني من مسلسل الجماعة انا مع الابداع يعني انا لما نسمع مثلا موضوع عاد الامام والحاجات اللي بتحصل ديت يعني حاجات يعني انا مكنش موجود ساعات لما تريه يحكم علينا الناس هتتحك علينا حاليا بتحكرنا برا يعني في دور العربي بتحكرنا فعلا ان احنا ازاي نفكر في ده مصر بدل الابداع وبدل بلد الفن وهذه الصناعة المتقدمة جدا هذي الافعال طبعا كل حاجة بتروح لكن انا من مسلسل الجماعة لو جيت للفرصة يعني والاستاذ وحيد حامد اتقرر عمل ذلك انا ممكن اعمل هذا الجزء هايكتب الجزء التاني ولا والله يعني هايقلق ولا انا عارف انه ما بيقلقش هو حاليا هو حاليا الوقت ممكن ازعلان على حال البلد هو طبعا هو ازاي تاك عارف انه بيشتغل بالمود اوي بعصابه بس هايكتبه هتفتكر لو كتب النص التاني هايكتبه شبه النص الاولاني بمعنى بنفس الاتجاه بس اعتقد ده هو لازم الاتجاه يكون محايد جدا يعني في الشكل يعني انا انا اعاوز اقول اي عمل فني يتعمل الاخوان قالوا ان كتب تحت ضغط امن الدول انا بقولك لا انا واحد من الناس انا منتج هذا المسلسل ولم اتصل بي اي اطلاقا يعني ما حصالش هذا اطلاقا اااا لا لكن لو اتعرضت جزء التاني وشفت انه هو حاجة كويسة ولالتاريخ وكل شيء وحاجة ما فيش فيها اي حاجة خارجة ما فيش شك انه ممكن اقامل جزء التاني هترشح نفسك انتخابات النادي المصري القادمة؟ لا طبعا انا قلت واضح جدا مل ان رشح نفسي لان انا دعااا اه تعبتي جدا وعاوز الصراحة شوية وعاوز اعيش اكتر الاسرة بتاعتي وافكر في الشغل بتاعي لان انا اكتر واحد يمكن اضريت في السياحة والفن والرياضة فعني انا عاوز اركز في الشغل بتاع اكتر واخد وقت اكتر لان اليوم بتاعي يوم صعب جدا التلفون بتخلاص حتى لو جاء الجمهور وضغط عليك وناس طلبت منك لن ترشح نفسك مرة اخرى لا لا اطلق تحت اي ضغط تحت اي ضغط مين تاني ممكن يعني انا سمعين اسامي زي احمد ابو هشيما مسلا واسامي تاني كتير لا ما اعتقدش لسه احمد ابو هشيما وعنده مشاغل وعايش في القاهرة يعني اعتما انت من عايش في القاهرة برضي محردت كمان مش عايش في برسعي لكن هو يمكن لا يعني ما اعتقدش ان احمد هيب الحاجة زي كده يعني هو صديق وكل شيء اكرمنا مع بعض كازا حاجة قبل كله لكن هو ما اعتقدش ان هيب هذا المنصب لانه بفكر يعني لطموحات تانية وشغله يعني رجل ما عنده شوية اكتر يعني لو انتوا دلوقتي ذهبتم الى المحكمة الرياضية الدولية التابعة لامام الفيفا مو فيه يعني ايه المراحل لو تشرح لنا ايه المراحل احنا لو لو كسبنا في محالة دولية المحكمة الرياضية الدولية في لوزان اه خلاص امت اولا المحكمة هي يعني من خمسة واربعين يوم من النهاردة لستة شهور يطلع الحكم في كلتا الحال تانية يعني لو خسرتهم هتقبلوا الخسارة؟ ما فيش حال تاني جمهور المصري هيقبل الخسارة؟ الوقت ده محتاج اه 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 ان الجمهور اه مع الادارة تكون ايد واحدة ويه اه نبدأ من جديد ويه اه السنين بتعديه وده يعني اه قدر وقدر في النهاية لكن اه اهم حاجة الرجال اعرفهم في الازمات واعتقد ان الجمهور النادي المصري والشعب بورسعيدي نفسه بطر الازمات هتكلمهم وتقولهم يا جماعة علينا ان نقبل بالقانون يعني والله لو كسبنا كان به ما كسبناش فيه مراحل تانية بعد التظلم ده؟ لو احنا كسبنا هل اه الاطراف الاخرى هيقبلوا؟ ده يرد عليه الاطراف الاخرى طبعا بالضبط انا بقول لو النادي المصري خسر اكيد هنقبل بهذا القرار واذا كسبنا اتمنى ان كل الاطراف تقبل بروح رياضية حكم المحكمة رشاء جبت محاميين للناس اللي في المحكمة دلوقتي اللي بيتحكموا؟ انا بالنسبة للنادي المصري في التزام مع الناس اللي هم المدرعة من نادي ومشف الامن ده المحامي من عندنا اما بيت المحاميين الناس الاخرين فكل واحد بيتصرف لوحده لكنك تعتقد ان ما حدث كان مسئولية الامن بالدرجة الاولى ما في الشك طمام ما في الشك وليس مسئولية النادي المصري او جمهور النادي المصري؟ في فرق بين الجمهور النادي المصري والنادي المصري النادي المصري بعينه يعني لو كان هذا الموضوع حصل في السادة القهراء كنا هنقول هي مسئولية النادي الاهلي والنادي الاهلي والمصري ولا هنقول جمهور النادي الاهلي ترى انها مسئولية الامن ومسئولية جمهور النادي المصري؟ ما في الشك طبعا النادي المصري ليس له زنب مبعيد وقريب يعني انا بقول جمهور النادي المصري غلطة كبيرة جدا مش كله طبعا الجمهورة دي مصر كان نازل عشان يعمل المصيبة دي لا جمهورة دي مصر كان الغالبية العظمية كان نازل تحتفل يعني بالشكل ده كان الاحتفال صعب شوي طبعا ما في الشكل كلمة أخيرة توجهها لجمهور النادي الأهلي لمجروح ومكتئب وفقد من شبابه الكثير بقول لجمهور النادي الأهلي يعني أنا عارف كويس جدا أن مهما الإنسان يبرر من مبررات واعتذارات من الصعب جدا أن حد يتقبل الكلام بتاعه لكن أنا بقوله يعني بروح مخلصا هو واحد من أبناء مصر الوطن الكبير اللي بنحبه تعالي كلنا نحط يدينا في يدينا بعض عشان مصلحة هذا الوطن ويعني تكون دي درس لنا كلنا ونبتدي حياة علشان أولادنا الصغيرين ندى نربيهم لتربية محترمة علشان هم بعد كده يكونوا هذا المجتمع نحو يعني مستقبل أفضل أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ كامل أبو علي رئيس نادي المصري أشكركم أعزائي المشاهدين أخر خبر عندنا أن البرلمان مجلس الشورى على ما أعتقد تحفظ أو رفض قرد لبنك الدولي متعلق بالصرف الصحي لأنه ضد أحكام الشريعة أنا بقى مش هعلق عشان إيه أنهي الليلة يعني فأنا قررت إيه مع اللقش مجلس الشعب على ما أعتقد مش هعلق بقى على هذا الخبر لأنه إيه عايزين حاول نروح بيوتنا والنام أشكركم شكرا جزيلا دي كانت حلقتنا النهاردة وبكرة سأكون معكم مع الأستاذ عدل حمودة مصر تنتخب الرئيس مع المرشح السيد عمر موسى وهنا في مكاني زميلي خيري رمضان أشكركم وهذه لميس الحديد تحييكم تسبوع الله خير